اكتب عندك يا ابني العضية رقم 71 المدعي سمير الزيد زيان لا انا اسمي حالك غريب السيد زيات غريب السيد زيات اهلا بك عدلته يا ابني الاستاذ غريب السيد زيات معلش يعني حالك بتكلم مين شش اسكت خالص انا عايز افهم بس انا انا اسكت انا عايز تفهم اكتر مني اشتاز محمد اللي بيكتب اجازة النهاردة وماينفعش اي حاجة تتغير لازم كل حاجة تمشي زي ما هي مفهوم مفهوم افن تقدر باش ان شاء الله اشخصيته قوي جدا صدر غريب السيد زيات زيات الله ايضا زيات استاذ غريب حضرتك بتشتكي من ايه لا بقى معلش معلش انا يعني كنت ناهونا ما قطعش حضرتك هو حضرتك ظابط ولا دكتور اسنان يعني اشتكي من ايه مش جاناك طب ظابط هو انا مش باني علي ان انا ظابط بس تدي على دكتور اسنان يعني انا لازم انا اقعد ارزع الترابيزة عشان اباني ان انا ظابط لا اصل حراك في وجهة طبيب اسنان ايه ده انا انفع بقى دكتور اسنان جدا استاذ غريب انت عارف انا عارف لا عارف ان انت لو ما قلتش ايه مشكلتك انا اتردك بره دلوقتي السيد زيات انا جاي اشتكي المدعو السيد زيات انه تعدى علي لفظيا وجساديا قدام كل الشارع اللي انا فيه والدك بابا ايه ده هو باباك انت كمان لا باباك انت كمان اه 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 هو باباك انا كمان صح طيب استاذ غريب مبدئيا احنا مش في محكمة الاسرة طيب يعني ممكن حداك تروح محكمة الاسرة مشكلتك مع بابا دي انا مش هعرف احلها معتش ابويا انا جاي اشتكي منافس لي حضرتك مش منافس بس ده سرق افكاري حضرتك انا عبكاري عبكاري انا عبكاري ايه وبين عليك انت فعلا شكلك غريب وعبكاري طيب انا اخترعت فكرة جديدة ما تخطرش على بال اي حد اكتب يا محمد اكتبي يا محمد لأ انا اقول لي اكتب يا محمد انا انا اسف امسح يا محمد ماتدقينيش منك يا استاذ غريب انا اسف اكتب يا محمد اخترعتك شش هتلي القهوة بتاعتي يا حسين خليهم اتنين قهوة اعترضك انت عايز تشرب قهوة معي؟ قهوتك ايه؟ مظبوط بو النغامة ما تجيب ليش قهوة هتلي قهوة قهوة مظبوطة يا حسين ايه الغنية سيدة عشان ما تشربش معايا يعني؟ مهم تفضل يا استاذ غريب انا اختراط فكرة ما تخضرش على بالقاحد استاذ غريب اه ايه هي الفكرة؟ مش هتصدق انا الشارع اللي انا فيه كل اللي حوالي بقالين فانا قلت لازم هفتح مشروع جديد فتحت سوبر ماركت اما الاستاذ سيد زياد جيب فتح نفس المشروع في المحل اللي جنبي وسرق فكرتي مش بس كده ده بيحاول يسرق زبيني سوبر ماركت اه شوفت حضرتك انبهرت تكريب ما تخترش على بالحل سوبر ماركت غريب سوبر ماركت غريب الله بس انت غلطان يا استاذ غريب ليه؟ فكرة في منتهى الزكاء زي دي ازاي تقولها قدام والدك يا استاذ غريب ما عادش فيه امان يا فندم ما هديل عبره لانا خدتها من الموقف ده ان الواحد بيقولش افكار وحطه هو اناي انت عبكري استاذ غريب حضرتك فعلا عبكري احييك يا استاذ غريب متشكر جدا يا فندم احليك بجد الله يخليك الله يخليك لا اخليك انت يا محمد طب ما كنت تخلي محمد يجبلك الكورسي لا 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 اخليك يا محمد محمد اجازة النهاردة ما انت عارف حبيبي يا محمد لا دكتور اسنان بجد ايش 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 اتخدت بالك صح طبعا انت تتذر معايا ولا ايه او استاذ غريب اه اه انا بس الحاجة الغريبة انه لما روحت وجايت ابويا محتزرش محتزرش الحاجس تهزقني واهني قدام الشرح كله وما ادي ايده عليها بس انا المجنيني اللوقتي انا ايلي مضيقني موطول عمره بيضربني وبيهزقني عشان هزقني وده من الناس طبعا وبيهزقني وده من الناس كل الوقت عشان كان بيهزقني وانا صغير طبعا هزقني كتير وانا صغير ايه يمكن انا متدايق عشان هزقني وانا كبير او يمكن عشان هزقك وانت صغير لا مواصل كان بيهزقك وانت صغير وانا صغير وانا كبير كان بيهزقك وانت كبير وانت صغير بيهزقني كل يوم اصلا كل يوم ورغم ذلك طلعت عبكري بس انت عبكري احييك لا انا مش عابقاري انا اللغة عايز افهم ايه الجديد ايه اللي بخليني متضايق دلوقتي وجاي 거شتكي مش عارف ايه الجديد يا عبدك جاك شتكي والدك انت بفوت تبع عارف ايه جديد ايه جديد يا انا متضايق انت بتدحك على ايه ممتاز مبسوط كنا اكتب الداحكة دي يا محمد صح يمكن أنا متداق أيوة عشان أخويا مهدش بيزورني طب وإنه هجيب أخوك هنا يا أستاذ غريب أخويا دايما بيجي يزورني طب وما بقاش يجي يزورك ليه عشان مات ألف مبروك يا أستاذ غريب ألف ألف مبروك أخوك استريح يا أستاذ غريب مبروك مبروك ممكن ليه فلوس عندك لا أنا ما أعرفوش بس اللي بيموت بيستريح يعني عندك حق مبروك ربنا يعني مش ممكن حلال ما حدش هيسرق منه حاجة أهم ما حدش هيسرق منه أفكار عبكرية زي فكرة السوبر ماركت أولاد غريب أولاد غريب أحييك أنت عبكاري أنت عبكاري فعلا جات لك أولاد إزاي أولاد غريب فعلا أنا عايز أشتري أنا دلوقتي عايز أشتري يعني أنا لو معدي لقيت أولاد غريب أبقى عايز أشتري عبكاري فعلا أنا عايز بقى حضرتك بما إنك عجبتك الفكرة العبكارية بتاعتي أيوة ترفع لي قضية أستاذ غريب بس أنا آخر قضية رفعتها ما عرفتش أنزلها تاعة أنا عندي أولاد يأيجوا ينزلوا أي حاجة أصلا حبيب أصوص غريب يا أنا مبسوط جدا بأفكارك العبكارية وإن أنا دلوقتي أنا دلوقتي قاعد أنا زابت صح؟ صح زابت زابت أسنان طيب أستاذ غريب أنا اكتب يا محمد أستاذ غريب السيد زيان مش مهم سيد زيان ولا سيد زيان زيان خليها غريب بس غريب 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 بس القضية رقم واحد وسبعين المدعي أستاذ غريب بس بقول لحضرتك إيه أستاذ غريب ما تيجي نسميه حسن نعم محمد شابك كتير في الورقة مش هينفع كده يا أستاذ غريب حسن عشان خطر طيب يا محمد عشان خطرنا يلا المدعي أستاذ حسن حسن اسمي جميل والله والله لايه عليك جديد سوبر ماركت حسن حسن أولاد غريب آه فكرة يعني عبكاري برضو أستاذ غريب مبروك أنا اتشرفت بحضرتك جدا والله العظيم أنا اللي بخور إن فيه حد بيقدر الأفكار العبكريات جديد المبتكر أنا مبسوط بيك يا أستاذ غريب أنت عبكاري إحنا هنبقى أصدقاء إحنا أنا 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 لازم نبقى أصدقاء بس أنا دلوقتي عارف أنا خايف ليه ما عاربش قلتة وتغيير حسيت إن أنا مبسوط فقلتة خايف شوية طب أنا إيه اللي بديني أنا مش عارف إيه اللي بدينيك بس أنا دلوقتي أنا خايف تيجي نقول لي محمد محمد أجازة النهاردة صح أنت شكلك اتجننت يا غريب محمد أجازة النهاردة يا أخي فوقه بقى قاوت حضرتك إيه سادة سلام عليكم سلام ورحمة الله سلام